فحد كان راكب اوتوبيس كان راكب واصلة كان في مشوار كان في مكان والموبايل ضع منه الخطوات اللي ممكن يبتديها يعني هيروح يبلغ على طول ولا الاول هيلجأ ان هو يرنع يعني يعمل ايه عشان الخطوات الصحيحة ان هو عاوز موبايله هو طبعا اللي بيسرق بغرض السرقة مهما رنيت عليه الموضوع انتهى طبعا انتهى انما اذا كان التليفون سقط سهوا او نسيناه في حتة ورنين عليه وحده يرد علينا ففيها امل انه يرجع تاني انما اذا كان التليفون اتسرق بغرض السرقة فاول حاجة نعملها ان احنا نتصل بشركة الاتصالات نفسها نوقف الخط عشان ما ترتكبش جرائم بالخط اللي هو منسوب لنا فتنسب لنا تلك الجرائم مثل ارسال رسائل مش كويسة او اجراء مكالمات ابتزازية او الى اخرى وده طبعا هنسب لنا ان الخط مسجل باسمنا في شركة الاتصالات اول حاجة ان انا اوقف الخط اول حاجة هتصل بشركة الاتصالات اوقف الخط على طول عشان ما يعرفش يستخدمه والضرر الاقل ان مثلا ان هو ياخد الرصيد اللي فيه حوله او يستفيد بيه بشكل اخر الجزئية التانية ان انا لازم احرر محضر سرقة فورا برضو وفورا دي لان برضو ممكن التليفون يستغل في جريمة وتنسى بالجريمة ليا لان التليفون مسجل باسمي والخط اللي فيه بتاعي فمش هقدر اسبت انه ما كانش معايا الا اذا كان فيه محضر السرقة عشان كده بالاسراع قدر المستطاع لازم باسرع ما يمكن نحرر محضر سرقة فين نحرر محضر السرقة الحقيقة احنا ممكن نتحرك في جهتين الجهة الاولى اسم الشرطة اللي وقعت في دائرته وقعت السرقة لانه ده القسم المختص بتحرير هذا المحضر الجزئية التانية شرطة الاتصالات الخاصة بالدائرة برضا او المنطقة انا افضل ان كنا نقدر نوصل لشرطة الاتصالات مباشرة ده هيكون اسهل واسرع واجبها منين ان شرطة الاتصالات يعني هم بيبقى عليهم تليفونات ولا انا بقى تليفوناتهم وواقعهم موجودة كل مديرية امن فيها مقر لشرطة الاتصالات شرطة الاتصالات عندها تقنيات اعلى من الشرطة العادية هي اللي هتقدر تتبع التليفون وتقدر توصل هو فين وتقدر تجيب السرقة طب فلنفرض انا مما عرفت شرح شرطة الاتصالات دلوقتي او بعيدة علي او مش عارف هي فين هتوجه لقسم الشرطة اللي وقعت فيه السرقة وحرر محضر بالسرقة طب لو الشخص انا نسيت التليفون في مكان وشخص لقاه وراح رمى الشريحة وانا معرفتش اوصله اذا وجدوا التليفون يبقى شخص اللي رمى الشريحة ده يعامل معاملة السارق الحقيقة اه على طول ما هو مفهوم السرقة في القانون في القانون ان انا اخد مال مش بتاعي بنية التملك ان انا عايز اتملك فبعا ان انا خذك طب لك انا ما سرقت تكش انا شفتك فين ده انا لقيته ما هو حتى القانون لم يترك هذه الجزئية اه تكلم القانون عن جزئية اسمها العثور على شيء فاقد اه انا دلوقتي عشان الاقي شيء مفقود من حد لازم اروح اسلمه لمركز الشرطة يعني يعني انا بس بنبه عشان لو حد بيشوف مش معنى ان انا لقيت موبايل مرمي في الشارع يبقى بتاعي انا ممكن ما يكون بجيب لي نفسي مصيبة اذا وانا مش عارف طبع انا ممكن يكون الموبايل ده تم استخدامه في عمل ارهابي ولا في مشكلة ولا في بتاعي